من بعده عمر الفاروق سمي في الفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطن لما أسلم اعتز الإسلام بإسلامه وكان المسلمون قبل إسلام عمر كانوا مستضعفين ومختفين في دار الأرقم فلما أسلم عمر فلما أسلم عمر رضي الله عنه خرجوا معه إلى المسجد الحرام وكان لا أحد يقربهم ومعهم عمر رضي الله عنه ثم أسلم حمزة هو الثاني فكان مع عمر فعينئذ أعز الله الإسلام بهما وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر فأعز الله به الإسلام ولذلك سمي بالفاروق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر